عزيزي المشاهدين ورجعنا لكوا تاني في برنامج دار الطبيب تخصص النساء والتوليد يعتبر من أهم التخصصات اللي دائماً بيجي تعليقات من أستاذ المشاهدين على الصفحة باستضافة النخبة في تخصص النساء والتوليد دفل كريم اليوم دكتورة هندس ويلم ماجستير أمراض النساء والتوليد جامعة عين شمس وديبلوم التجميل النسائي جامعة القاهرة سهل الخير يا دكتور هندس سهل النور أهلاً وسهلاً بحضرتك دكتورة هندس في بداية الفقرة حابب أعرف من حضرتك كتير من الناس المشاهدين بيكونوا لسه أزواج جدد مش عارفين إمتى نقدر نقول إن احنا عندنا تأخر إنجاب طب كلمة تأخر إنجاب نفسها بيبقى فيه هاجز جوا كل قابل سجداد أو تنم جاوزين جداد إن أنا الموضوع عندي تأخر الإنجاب طب هل أنا عندي مرض أو لا إمتى أبتدي أقلق وإمتى أبتدي لا أنا لازم أستشير الطبيب مساء الخير مبدئياً كده دايماً نقول المتزوجين الجدد السنة جويز مفروض إن هم ما يروحوش عيادات النساء والتوليد خالص علشان يسألوا على تأخر الإنجاب خصوصاً لو عمر الست أقل من 35 سنة إنما لو عمرها من 35 ل40 سنة دايماً بننصحها إن بعد 6 شهور من الجويز لو ما حصلش إن هي أحملت في الفترة دي إن هي بتسيك عيادات النساء إن احنا نشوف إيه اللي بيحصل أو لو عمرها أكتر من 40 سنة إميدت لي أول ما بتتجاوز دايماً بنبدأ نعمل لها التحليل وفحوصة اللازم بالنسبة لبعد سنة جويز لو ما حصلش حمل خلال الفترة دي طبعاً هو دي الفرصة الطبيعية للحمل لأن الحمل بين الكابلز الطبيعيين خالص اللي ما فهمش أي مشاكل فرصتهم 20% فقط في الدورة الوحدة يعني كل 10 ستات بتحمل منهم اتنين بس فالطبيعي إن هي تقعد أول سنة طبيعي خالص من غير ما يكون عندها مشاكل ممكن ما تحملش بعد السنة دي بنعمل تحليل السائل المنوي للزوج بنعمل تحليل للزوجة تاني يوم الدورة تحليل البرولكتين أو هرمون اللبن بيكون سبب أساسي أحياناً كتير إن الست ما بتحملش أو هرمونات الغضة الدرقية وبنعمل طبعاً أشعة زي الأشعة بستبغى لشان نتطمن على الأنابيب صحة الرحم والمبايد ولما بيكون عندنا مشكلة بنبدأ نعالجها لو ما عندناش مشكلة بنبدأ نقول لهم على الأيام اللي ممكن يحصل فيها الطبيعيين والأيام دي غالباً بتكون لو الدورة منتظمة بتكون اليوم الأربعة عشر قبل الدورة الجاية والمدة ثلاثة أيام ودايماً بنزبطها مع ست إنما لو دورتها غير منتظمة طبعاً وده مش بيبقى أكريت قوي إنه هو اليوم الحداشر من أول يوم الدورة اللي فاتت والمدة أسبوع هي دي أيام التبويض اللي هي بتتوقع فيها إنه ممكن يحصل حمل طيب يعني أنا أفهم من حضرتك إن أي اتنين أزواج جدد ما نقلقش غير بعد ما نتم سنة بالزبط طيب لما حضرتك ما بتلاقيش إنه في أسباب مباشرة لتأخر الإنجاب وبنروح لموضوع التبويض زي ما حضرتك قلت نحن بيختار أيام معينة هل بيكون فيه أي تدخل طبي أو عوائل مساعدة بتساعد بها من زيادة احتمالية الإنجاب لو ما عندهمش مشاكل خالص لا طبعاً يا دوة إحنا بس بنزبط معهم إن إحنا بنشوف الأنترالفوليكز أو البيضات متابعة البيضات من تاني يوم الدورة وما بيكونش بتدخل لا بأدوية ولا بأي حاجة لو عندها مشاكل زي تكيوسات المبايد بالنسبة لتكيوسات المبايد ده موضوع كان مهم جداً حبينا نحن نتكلم عليه تكيوسات المبايد دايماً الستات بيفتكروا أن عندهم مرض أو عندهم مشكلة دايماً أنا مش بحب خالص أن نحن نقول مرض تكيوس المبايد تكيوس المبايد عبارة عن كاركتر أو صفة من صفات الست وده ستات كتير جداً في حوض البحر الأبيض المتوسط عندهم المشكلة دي أو عندهم الصفة دي دكتورة الهند ده زي ما حداك انتقلت لموضوع تكايوسات المبايد نسب الإصابة بتكايوسات المبايد بتزيد بشكل كبير وملحوظ في السنوات الأخيرة الفكرة أن كتير من المشاهدين ما بيبقاش عارف إيه السبب الرئيسي للإصابة بتكايوسات المبايد عايز أعرف من حضرتك هل في أسباب أو عادات المريض بيعملها ممكن تزيد من احتمالية إصابة سواء كانت سيدة أو أنسة من إصابتها بالتكايوسات المبايد وإيه الأعراض المميزة لها ده سؤال مهم جدا لأن احنا فيه فرق بين الـ PCO أو تكايوس المبايد في صفته أو في شكله وبين الـ PCOS أو المتلازمة اللي هي المشاكل اللي بتطرق على السيدة اللي عندها تكايوسات في المبايد دي بنقسمها بكريتيريا كده اسمها روتردام كريتيريا مبدئيا بيكون الـ SET عندها الـ Ovulation أو التبويض أو أن الدورة بتجيلها كل 35 يوم أو أكتر في 3 دورات متتالية أو أكتر من 90 يوم يعني اتأخرت الدورة أكتر من 90 يوم أو أن هي بتجيلها من ست إلى 8 مرات بس في السنة وبيكون فيه مشاكل تانية خاصة بالهرمونات خصوصا لو هرمونات الزكور عالية عند الـ SET بتحصل أن الـ SET بتبقى هرشوت أو بتلاحظ أن فيه شعر زيادة بيطلع فيه أماكن متفرقة في الجسم هي مش متعودة أنه ده يحصل أو مقاومة الإنسولين ودي حاجة بقينا نعمل لها تحليل اسمه الـ HOMA-IR بقينا نعرفه بسهولة إذا كانت الـ SET عندها مشكلة في مقاومة الإنسولين وده بيزيد طبعا لو ترانكل أوبيزيتي أو الزيادة في الوزن حصلت ودايما بننسى حصيت أن هي تنقص 5% من وزنها من 5% لـ 10% من وزنها يعني لو الـ SET 100 كيلو ما بنقول لها شخصي 20 كيلو مرة واحدة لأن ده ممكن يصيبها بالإحباط إنما بنقول لها بالضبط بنقول لها أن احنا هنخص 5% من الوزن 10% من الوزن وده بيساعدنا كتير وطبعا التشخيص بالسنار ده بيوضح جدا أن الـ SET عندها تكيوسات مبايد إن الـ SET بيبقى عندها فاليكلز أو بوئيضات أكتر من اللازم تقريبا 12 فاليكلز في المبيض الواحد وبيكون حجمها من 2 لـ 9 سنتي أو إن الفوليوم بتاع المبيض نفسه أكتر من 10 ميل طبعا ده الكريتيريا بتاعت التشخيص بالنسبة للعلاج زي ما قلت لحضرتك بنحاول إن الـ SET تقلل من وزنها إن هي نبدأ لو الهوم أي قربة عالي بنديها عقار الميتفورمين اللي هو بيقلل شوية مقاومة الإنسولين ويساعدها إن هي تخفض وزنها الرياضة مهمة جدا بالنسبة للـ SET اللي عندها تكيوسات مبايد إن هي تعمل 20 دقيقة في اليوم رياضة أو بمعدل 150 لـ 250 دقيقة في الأسبوع ترى هيندي خليني أقول لحضرتك على معتقد بيبقى كتير عند السيدات المجبلين على الزواج أو اللي تجوزوا أوريدي كلمة إصابتها بتكيوس المبايد يعني هي عندها عقم أو بتقول لأ أنا كده يبقى احتمال إن أنا أخلف ما تتعداش الـ 2% عايز أعرف وجهة النظر الأطباء طبعا من خلال حضرتك هل إصابة التكيوسات المبايد للسيدة بتمنح أدوس الحمل؟ الحقيقة أني ده مش حقيقي خالص تكيوسات المبايد ستات كتير جدا جدا هي حامل وهي مش عارفة قبل كده أن عندها تكيوس مبايد يعني إحنا بنشخص لها تكيوس المبايد وهي أوريدي حامل إنما لو عندها زيادة في مقامة الإنسولين أو إن التحليل المبايد بتاعتها اللي بنعمل لها تاني يوم الدورة بنلاقيه هرمون الأل قدش بيعلق قوي معنا أو البرولكتين في مشكلة تيأس قدش في مشكلة أو إن هي البوايدات عندها مش بتندق بالشكل المناسب فطبعا ده بيأخر عندها الحمل شوية والحقيقة إن إحنا مش بنلجأ على طول الحقن المجهري إنما الست بتدخل في دورات كتير من التنشيط باستخدام لتروزول أو أدوية منشطة خفيفة خالص مع متابعة إنما لو لمرتين أو تلاتة عملنا التنشيط ده ولاقينا إن البوايدات مش بتستجيب طبعا الست بتاخدأ للحقن المجهري ووقتها بيكون عن طريق ألم الخصوبة عشان الدكتور لازم يوانيتر كويس أو الجرع اللي بيديها للستة اللي عندها تكيس مبايد علشان ما تدخلش بفرطة تنشيط وساعتها يحصل مشكلة إنما في الأساس الستة اللي عندها تكيس مبايد بدون أي مشاكل تانية ممكن تحمل جدا بسهولة طيب خلينا أكلم حضرتك في كوزئية مهمة جدا لستاذ المشاهدين برضو موضوع الإجهاد المتكرر السيدة اللي بتبتدي تسمع خبر الحمل وبيكون كمان بالذات لو كان فيه موضوع تأخر شوية مش تأخر إنجابي يعني تأخر في المدة بيبقى بالنسبة للخبر مفرح جدا بيحصل لها إجهاد مرة واثنين وثلاثة موضوع ده بيسبب عامل نفسي كبير جدا عند السيدة من الخوف من كلمة أنا حامل أريد أن أعرف من حضرتك الأسباب المباشرة للإصابة بالإجهاد المتكرر بتكون إيه إحنا لازم نبقى عارفين يعني إيه إجهاد متكرر في الأول وهو الإجهاد اللي بيحصل تقريبا أكتر من ثلاث مرات وده بيبقى بأسباب كتير لازم نسأل الإجهاد اللي بيحصل لك بيحصل لك في الشهر كان بالزبط فلو الإجهاد في أول ثلاث شهور غالبا ده بيبقى مشاكل كروموسومية في البيبي تمام فبعد كده بنعمل تحليل كاريو تايبينج للزوج والزوجة وغالبا ما بيتكررش كتير معنا لو إحنا عرفنا السبب وبدأنا نعالجه بالنسبة للإجهاد اللي بيحصل بعد الشهر الثالث غالبا بيكون إما مشاكل منعية أو مشاكل في الرحم ذات نفسه الرحم ممكن يكون فيه cervical incompetence يعني مشاكل في عنق الرحم مشاكل في الرحم نفسه من بين اللحميات الرحمية أو الالتهابات المزمنة أو الأورام اللي فيها وده بنقدر نعالجه بسهولة أو مشاكل تانية لها علاقة بالمشاكل في الغدة الدرقية أو نستيت تكون عندها تكييسات موايد أو عندها التهابات بكتيرية متكررة وطبعا فيه موضوع مهم جدا وكل الستيت بتسألنا عنه اللي هو موضوع التجلطات وده اللي بدأنا إن احنا نعمله تحليل كتير جدا اللي هي تحليل التفارات الجينية MTHFR الفاكتور 5 الانتي ترامبن بروتين سي واس تحليل كتير قوي قوي وانتي فوسفولابز وتحليل كتير قوي علشان خطر نعرف الستيت لو عندها مشاكل في التجلطات أو مشاكل منعية بنبدأ نعالجها بأدوية السيولة والحمد لله في أوقات كتير بنقدر نتغلب على المشكلة دي فاحنا دايما نقول للست ما تخليش الإجهاض هاجس عندك بالعكس الإجهاض ده معنى كده إن انتي بتحملي وده صعين لطيفة وبعد كده بنقدر نتغلب على أي مشكلة دكتورة الهند عايزة عرف من حضرتك فيه كتير من الأبحاث بتقول إن 80% من السيدات اللي أصابوا بالإجهاض المتكرر عرفوا يتغلبوا عليه وبقى عندهم حمل ناجح بكل مراحل عن طريق أسلوب التخصية عايز حضرتك سواجه روشيتة بأهم النصائح والإرشادات للسيدات المصابة بالإجهاض المتكرر إذا تقدر إنها تزيد من عوامل نجاح الحمل مبدئيا أي ست مقبلة على الحمل أو الإنجاب أو حتى المتزوجات الجدد دايما بنصحها إن هي تاخد الفوليك أسد والجايد لاينز بتقول إن الفوليك أسد ده أهم دواء للحامل أهم مكامل غذاء للحامل وأهم بايتم انتخذه الحامل لأن ده اللي بيأثر بشكل مباشر على التكوين الجنيني من حيث المخ والنخاء الشوكي وما بيحصلش مشاكل كتير في البيبي لو إحنا أخذنا الفوليك أسد يبقى الفوليك أسد هو العنصر الأساسي للحامل غير كده التغذية السليمة وزي ما قلت لحضرتك الأدوية السيولة لو إحنا اكتشفنا إن عندها مشاكل التغذية السليمة دي هتحافظ على الحمل وتحافظ على إن الست كمان حضرتك عارف إن دي حاجة مهمة جدا بالنسبة للستات إن هي وزنها ميزاتش خلال الحمل فدايما أقول لها أكلتك لازم تتقسم على خمس وجبات تبتدي بكوبات اللبن دي حاجة مهمة جدا معها فطارها العادي بعدها بساعتين ولازم نعمل سبيسنج بين الوجبات صمرة خضار وفاكها الغدى لازم يبقى فيه بروتين فراخ ولحمة وسمك وبين وكربس قليلة جدا لإحنا مش محتاجينها قوي كمان علشان الميتابوليزم أو الحرق والقايدة عند الست بيقل فبتبدأ إن هي بتقلل الأكل من نشويات بعد الغدى بساعتين صمرة خضار وفاكها وقبل النوم علشان المشاكل الحمودة والمشاكل التانية ممكن تزيد عند الست فبنخليها تاخد إقام مع البتين زبادي أما قباية لبن وطبعا الميا عنصر أساسي جدا ومهم جدا ودايما إحنا بننساه الست لازم تشرب 3 لتر مياه في اليوم لو ما بتحبش تشرب كميات كبيرة من المياه فبالتالي بتاخد 3 بقق مياه كل نص ساعة وأنا دايما أقول لها المياه مش بتروح لك أنت اللي لازم تبقى المياه جنبك يبقى أنت بتفتح الإزازة تاخدي 3 بقق مياه كل نص ساعة ده أحسن طريقة علشان تاخدي بيها كمية كويسة من المياه من غير ما تبقى متضايقة من الكمية سويل عمتن يا دكتور هندو ولا المياه بشكل خاص المياه بشكل خاص طبعا ودايما أقول للحوامل إن هي لازم تاخد المياه في صورة المياه مش في صورة السويل أو العصائر يعني أنا أفهم من كلام حضرتك إن أهم حاجة لنجاح الحمل السيطرة على السمنة صحي كده؟ بالزبط طورة هند أنا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك أعزائي المشاهدين ومستمرين في اللقاءنا الممتع مع دكتورة هندس ويلم فاصل ونواصل أعزائي المشاهدين ورجعنا للكو تاني في اللقاءنا الممتع مع دكتورة هندس ويلم في الفقرة دي هنتكلم عن موضوع بيشغل بال كتير من السيدات وخاصة ما بعد الولادة تجميل النساء يا دكتور هندس عايز أعرف من حضرتك يعني في إيه الإعداد لما بحث في الموضوع عرفنا أن التجميل النسائي في التشوهات ما بعد الولادة الطبيعية الموضوع ما بيكونش مجرد تجميل للشكل الجمالي بس والشكل الوظيفي كمان عايز أعرف من حضرتك في البداية يعني إيه مصطلح التجميل النسائي ما بعد الولادة؟ التجميل النسائي ما بعد الولادة الطبيعية إحنا طبعا ما بعد الولادة الطبيعية بيحصل جزء من التشوه في المكان أو في المهبل نتيجة شاق العجان المتكرر نتيجة الولادات الطبيعية المتكررة أو حتى في السيدات اللي الدورة قطعت عندهم يعني في مرحات ما بعد انقطاع الدورة الشهرية بيحصل دمور في المكان وبيحصل ألم أثناء العلاقة الحميمة وكمان السيدة بتحس أنها تغيرت عن الأول فالفيلر أو التراند الجديد بتاعت تجميل النسائي بدون جراحة الفيلر عبارة عنها هيلورانيك أسيد يعني حاجة طبيعية خالص بنحقنها للسيدة والحقنا الحقيقة مش محتاجة أن احنا ندخل العمليات أو حاجة انفيسيف خالص بتحصل حاجة بسيطة جدا حقنا بتحقنها السيدة في 5 دقائق بتغير شكل المكان وبتغير طبيعة المكان وظيفيا وتجمليا بننصح السيدة بعد الفيلر إن هي بس تشرب ميا كتير لأن الهيلورانيك أسيد بيعتمد بالطبيعة لأنه بيشفط الميا من الجسم عشان يدي الكنتور للمكان وبالتالي إنه حافظ على السيدة شكلا وموضوعا وكمان هي تبقى بتولد طبيعي بدون خوف لأن السيدات دلوقتي بيتهربوا من الولادة الطبيعية نتيجة المشاكل اللي بتحصل منها يعني دكتورة هند أنا عارف إن حضرت من الرواد في مجال التجميل النسائي للأسف طبعا بعيد عن الوطن العربي أنا بكلم عن مصر بشكل تحديدي ليه مصر دايما التخصص التجميل النسائي فيها ظهر في الأوانة الأخيرة وابتدى الاهتمام به يزيد شوية عايز أعرف من حضرتك ليه مصر مهملة للتخصص ده وفي نفس الوقت وضع مصر في خريطة العالم من التجميل النسائي ما كاننا فين بالزبط الحقيقة إن إحنا مثلا بقلنا سنة أو سنتين بالكتير حطينا المصطلح بتاع التجميل النسائي والحقيقة إن إحنا ما كناش عارفين إن إحنا نختار للموضوع مصطلح يكون ديسنت ولطيف لأن الطبيعة ودي مش حاجة وحشة الطبيعة النسائية المصرية هي طبيعة خجولة بالطبع وهي بيبقى عندها مشاكل كتير بس متخوفة أو متحسسة إن هي تحكيها للدكتور بدأنا نعرض الموضوع على العيانين بتوع العيادة نفهمهم الموضوع ببساطة وبشكل لائق بحيث إن هي ما تتكسفش إن هي تعبر عن قلقها أو خوفها من حاجة معينة لأن زي ما قلت لحضرتك هي طبيعتنا كده طبيعتنا في الكلام كده إحنا شايفين دلوقتي حتى عندنا مشاكل كتير جدا بتجيل العيادة تخص التشانج المهبلي والمشاكل اللي بتحصل للبنات بعد الجواز في أسر كتير جدا ما تعرفش إن بناتهم ما بيخلفوش بسبب إنه أصلا ما حصلتش علاقة بينها وبين جوزها من ساعة ما تجوزت والحقيقة إن أنا ممكن أفاجأ حضرتك إن أنا عندي عيانين بقى لهم 3 و 5 سنين مش عارفين إن هم يعيشوا حياتهم الطبيعية لأن السيطة عندها مشكلة زي دي مشكلة التشانج المهبلي أو الفجينيزمس هي مشكلة سايكوسوماتيك يعني مشكلة نفسية جسمانية فإحنا في الحالة دي طبعا هي نتيجة الموروث الثقافي إن الأمة دايما تربي بنتها إنه ما تجيش جنب المكان ده خالص المكان ده مؤلم جدا المكان ده ممكن تنزفي لو أنتي جيتي جنبه تخويف الأمة أو التربية ده حاجة مهمة إنما التخويف الزايد أثر على البنات وده اللي بقينا نشوفه في العيادة وطبعا مشاكل تخص الطلاق أو الانفصال أو المشاكل الزوجية بتحصل كتير بسبب الموضوع ده يعني أنا أفهم من كلام حضرتك إن الجانب النفسي في التربية عند السيدات هو بيكون السبب الرئيسي في الإصابة؟ الحقيقة أو لأن السيدات لما بنيجي نسألهم ما بيكونش عندهم مشاكل عضوية قدم عندهم مشاكل نفسية أما أقول للسيدة أنت خايفة ليه تقولي أصلا أنا هموت أصلا أنا هنزف فطبعا بنبدأ معيها بالعلاج الجسماني والنفسي بسينكرونيزيشن بيني وبين الدكتور النفساني علشان خطر نزبط الموضوع ده طبعا بنبدأ نلجأ للموسعات في الأول إن احنا نفهمها إنه المكان ده مش مؤلم أبدا الستات كلها اتجوزت وخلفت أنت عندك مشكلة تأخر إن جاب بسبب أن أنت خايفة من الموضوع ده الموضوع بيمشي ببساطة ممكن ياخد علاج مننا شهور لغاية ما نوصل لوضع مرضي لنا ولا للعيانة وطبعا اللي أنا ملاحظون إن العيانين عندهم فكرة أو القراءات اللي بدأوا يقروها إنه هو البوتوكس أو البوتيالانمتوكسن هو العلاج الأمثل والوحيد الحقيقة إنه هو مش كده إن احنا بنعدي مراحل كتير جدا لغاية ما نحقن البوتوكس والبوتوكس ده دايما المرحلة اللي أنا بقول المرحلة الأخيرة خالص نهاية اللي أنا بعملها بعد ما أكون عليك تستة نفسيا وبقى عندها تقبل نفسي وجسماني للعلاقة الحميمة وبعد كده أبدأ أنا أريح لها العضلات بالبوتوكس بحيث إن هي فعلا ما تحسش بدسبرونيا أو قلم أثناء الجميع وبالتالي نبقى فعلا قضينا عن المشكلة دكتورة هند خلينا نتقل معك الجزئية مهمة جدا عند كتير من السادة المشاهدين في الموضوع التجميل النسائي كتير من السيدات بيكون عندهم ما بعد الحمل مشاكل زي حضرتك ذكرتها عرفنا إن في التجميل النسائي في حاجة اسمها اللايف ستايل فيه أسلوب بتتبعه في الحياة نفسها عشان السيدة تزيد من النجاح في التجميل النسائي لو حابت حاجة وجاه روشتة بالموضوع ده تكون إيه؟ الحقيقة إن إحنا بيجينا مشاكل كتير بسبب يعني في الجماعة أو في المنطقة دي بسبب الفرط التنظيف في المكان بدون وعي وبدون علم دايما نقول السيدة إن طبيعة المهبل طبيعة حمضية حضرتك الصابون اللي بتستخدميه أو الشاورجال أو أي حاجة بتستخدميها تانية هي قلوية فتغيير الطبيعة الحمضية لقلوية تغييرها لطبيعة متعدلة ده ممكن يعملك مشاكل كتير منها الالتهابات المستمرة اللي بعد كده هتعملك ألم أثناء العلاقة الزوجية أو كمان الإسمرار اللي هي بتيجي تشتكي منه بعد كده دايما نقول للبنات أو للسيدات تنظيف المكان ده لازم يكون بمية بس لأن المية ده أكتر حاجة متعدل ممكن إن أنا استخدمه في المكان استخدام البانتي لينرز أو الحاجات الحفظات أو الحاجات الغير صحية اللي بتستخدمها بطريقة مستمرة ده مش صحي تماما الاهتمام بالنظافة الشخصية مهمة لكن الإفراد في استخدام المعطرات والصابون أو لأي حاجة تانية ممكن يعمل لنا مشكلة مزمنة صورة هند خلينا انتقل لحضرتك في موضوع كتير فيه جدل طبي كبير جدا عن حقنة الرئة السيدة ما بيكونش عندها وعي طبي أنا إنت أستخدم حقنة الرئة ولا والأطباء نفسهم بيبقى عندهم جدال حقنة الرئة فعالة وفيه أبحاث بتثبت ده وفيه أبحاث بتثبت إن حقنة الرئة غير فعالة بالمرة لأن بالأخص إنها مبنية على توقع الطبيب الهل فيه ولادة مبكرة أو لا عايز أعرف من حضرتك بشكل حاسم هل حقنة الرئة فعالة ولا لا وإنت بتقولي للمريدة لا إحنا لازم نعمل حقنة رئة من عدمه تمام حضرتك قلت جزئية مهمة جدا في السؤال اللي هي ممكن ما تديش حقنة الرئة وابقى دكتور عادي وابقى واخد بالي من كل حاجة لأنه دلوقتي العينين لما ما بندهمش حقنة الرئة بدأ ويسألوا دكتور هو حضرتك نسيتي حقنة الرئة لا أنا مستهيش أنا مش عايزة أدهي لك لأنه أنت مش الشخص اللي ممكن أديره حقنة الرئة مهم قوي نعرف إمتى ندي حقنة الرئة بالنسبة لأسابيع الجنينية اللي هو من الأسبوع الأربع وعشرين للأسبوع الستة وتلاتين لا قبل كده ولا بعد كده ليها لازم أوكي الفورمز أو الأشكال اللي بنيديها بيها البيتاميسازون أو الديكساميسازون البيتاميسازون 12 ميلي جرام على جرعتين والديكسا 6 ميلي جرام على أربع جرعات ودي الجرعة المثالية إيه الأدفانتج أو الحاجة الكويسة اللي أنا بلاقيها من حقنة الرئة إن أنا بقلل وده مفهوم خاطئ عند الستات هي متهيئة لها إنه الرئة بتاعت البيبي ما اكتملتش كشكل أو لا هو الموضوع موضوع وظيفي أكتر إنه لو عندي احتمال لدخول البيبي الحضانة لأسباب كتير قوي البلادة المبكرة الحمل في توأم حاجات كتير حضرتك قلت إنه هي دي اللي ممكن ندي فيها حقنة الديكسا يبقى أنا لما أدخل البيبي الحضانة حيكون وظيفيا أحسن هل حقنة الرئة ممكن يكون لها أضرار بعد كده الحقيقة إنه في دراسات بتقول إنه حقنة الرئة لو اتخذت بطريقة متكررة ممكن إن هي تأثر لها أضرار طبعا ممكن تأثر على وزن البيبي اللي هو البيبي يبقى له بيرس ويتأو أقل من وزنه الطبيعي ممكن تأثر على الأدرنالجلاند وفي دراسات أثبتت إنه حقنة الرئة على المدى الطويل ممكن إن هي تخلي البيبي عرضة أكتر يعني أما يبقى سنه أكبر إنه يجيله ضغطة أو سكر فإحنا لازم نبقى عارفين إن حقنة الرئة لازم تتاخذ لأسباب معينة اللي هو السيفتي بتاعة البيبي لما يخش الحضانة مش إن أنا أخذها بطريقة متكررة كمان هي مش مؤثرة أو أكتر يعني وقت ممكن تأثر فيه من 48 ل7 أيام بعد ما أنا بخدها فهو دي الفترة لو البيبي دخل فيها الحضانة هو يبقى الحقنة اللي أنا ديتها هتكون إيفاكتف إن شاء الله دكتورة هند إحنا سعداء جداً باللقاء مع حضرتك حلقة مسمرة ومريئة بالمعلومات الطبية وأكيد حيب فيه لقاءات مميزة معنا في الأوقات اللي جاية مع حضرتك مرسي لحضرتك عزيزي المشاهدين وديكك نهاية حلقة النهاردة من برنامج دار الطبيب انتظرونا في مفاجآت أكتر وحلقات أكتر كل يوم أربع لقناة الصحة والجمال دايماً برنامج دار الطبيب بيحاول إن هو يلبي رغبات السيدة المشاهدين تابعونا على الصفحة رغباتكم بنسمحها وكل حاجة بتوصل لنا